مع استمرار رفض تفريغ حمولة سفينة آتستر الإماراتية من قبل سلطات ميناء حولف بجزيرة سقطرة أقدم مسلحوى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على تفريغ حمولة السفينة بطرق غير قانونية رغم مناشدات الحكومة اليمنية للقوات السعودية بعدم إفراغ حمولة السفينة إجراءات تفريغ السفينة تمت بصورة سرية وسط تكتم شديد حول محتوياتها حيث سبق تفريغ الحمولة انتشار أمني لقوات المجلس الانتقالي وإغلاق المواقع والطرقات المؤدية من الميناء إلى مصنع الأسماك الذي تديره أبوظبي في الجزيرة مصنع الأسماك يخضع لحراسة أجنبية مشددة من قبل عناصر استقدمتهم أبوظبي من خارج سقطرة فيه أفرغت الحمولة الحمولة تضم منظومة اتصالات عسكرية وأجهزة استخباراتية متقدمة حديثة من المرجح أن يكون لها صلة ببناء القواعد العسكرية المحتملة بين الإمارات وإسرائيل في الجزيرة المدير العام لميناء سقطرة رفع مذكرة رسمية إلى سالم الخمشي نائب رئيس الوزراء اليمني تبين دخول السفينة بطرق مخالفة ودون أي إجراءات قانونية وزير الثروة السمكية فهد كفاين سبق وأن استنكر قبل أيام عدم خضوع السفينة للتفتيش مؤكدا أنها تحمل أجهزة اتصالات ومعدات عسكرية لإنشاء قواعد لأبوظبي في الجزيرة موقع ساوث فرونت الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية أورد أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية في جزيرة سقطرة تفريق حمولة سفينة الإماراتية آد إسترا لم يكن ليتم لولا تواطئ القوات السعودية التي تحرص الميناء وتبادلها الأدوار مع القوات الإماراتية السعودية التي تحاول أن تظهر بدور حيادي تجاه الممارسات الإماراتية في الجزيرة غير أن الواقع يؤكد أنها مكملة لدور انتزاع الجزيرة من السيادة اليمنية